اشتركوا في القناة اشتركوا في التوجيه وفي مواضيع نص حرفي يعني مثلا حسط اليوم مثلا حسط حسط الماضية وفي حسط سابق امان ديدي يعني يعني اذا بتدرسها انت تقريبا درست نقدر نحكي 30-40% من مادة التوجيه بنص حرفي يعني درس اليوم هو درس كامل في التوجيه درس كامل في التوجيه يعني ممكن انت اذا فهمت او فهمت الموضوع اليوم حسط اليوم انت ختمت موضوع اللي هو مين موضوع الدرس في التوجيه وسكرت عليه وللتوجيه ان شاء الله بتكون انت فاهمه وحافظه ومتذكره لان ان شاء الله رح نعرض اليوم بطريقة جميلة ومتعة لطلاب 2007 يلا مع بعض صلوا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدة محمد ويلا بينا نبلش حسطنا اليوم اللي موضوعنا عن موضوع الانقسام الخلوي الحسة الماضية وقفنا عند دورة الخلية حكينا دورة الخلية بتمر في مرحلتين رئيسيات المرحلة البيينية ومرحلة الانقسام الخلوي مرحلة البيينية اللي هي G1 والاس والG2 وشرحنا في كل مرحلة شو بيسير في هذه الاطوار G1 حكينا يزداد نمو الخلية ويتضاعف عضيات الخلية في الاس يحدث تضاعف للمادة الوراثية الDNA وفي الG2 تكمل الخلية زيادة في حجمها وايضا عملية انتاج الخلوط المغزلية لعملية او الدخول في مرحلة ثمين الM اللي هي فيز مرحلة الانقسام الخلوي وحكينا مرحل الانقسام الخلوي كذكر وكشرح بسيط انه الانقسام يحدث على مرحلتين مرحلة انقسام النوى ومرحلة انقسام السيتوبلازم اللي هو السائل مع العضيات في داخل الخلية اللي هو زي الجلي صحيح؟ تحبوا الجلي؟ الجلي بكرس جلي برمان وزاكل جلي تمام؟ طيب فإذن اليوم راح نبلش في مرحلة الانقسام هاي مرحلة الانقسام ممكن إذا كانت الخلية خلية جسمية كالرسمي هاي بيكون عندي مرحلة انقسام المتساوي ركزوا مع ما أحكي لكم ياه انقسام متساوي أما إذا كانت الخلية خلية جنسية تمام؟ خلية جنسية فرح يكون اسمها يكون اسم الانقسام انقسام منصف لتكوين الجامتات تمام؟ هاذا الحصة الماضية حكيناه بالتفصيل وشرحناه اللي هو الحكي الحصة الماضي طيب اليوم راح نوقض عن إيش؟ الانقسام المتساوي اسمه متساوي شو يعني يساوي متساوي انه إشي بيساوي إشي صح؟ مزبوط واحد مساوي لواحد مزبوط متساوي انه خلية رح تنقسم تمام؟ تكون خلية خليكم شوي بس على السريع هيك نشرحها على التفصيل أو برسمة سريعة على شاشتنا البيضاء الجميلة الرائعة المميزة ونشرحها بالتفصيل طيب نيجي نحكي هنا انه أنا عندي خلية هاي الخلية عبارة عن خلية جسمية خلية جسمها خلية جسمية تمام؟ وتحتوي في داخل النوى على تو أن شو يعني التو أن في الأحياء؟ اللي هي الثناء المجموعة الكروموسومية هاي التو أن في الإنسان 46 إش كروموسوم في الإنسان تو أن 46 كروموسوم لم يكون عبارة عن جميل تكون أن أن تساوي 23 لكن لما أنا يصير تزاوج بين ذكر وأنثى وإخامة إخصاب فيعملت اندماج بين أن زائد أن اللي هم من أنثى فيضعطين اثنين أن تمام؟ طيب هذا على جنب هاي الخلية خلية جسمية وبدها تعمل أي شيء يا حبايبي؟ انقسام متساوي شو رح يسير عندي؟ رح يسير عن طبعا أطوار وأولي شيء عندي رح يسير عندي انقسام لمن؟ انقسام لا هطلون أوضح انقسام لا النواة وتصبح عندي في الخلية نواتين رح نوخ بس أطوارها وأطوار مرحلة بسيفية انقسام تمام؟ لنواة ثم ثم إيش؟ عندي بعد انقسام كيف الرسمي حلوة صح؟ بعد انقسام النواة يحدث انقسام للسيتوبلازم وينتج إلي خليتان جديدتان في كل خلية عندي نواة وهذا الخلية بتكون عندها 46 46 كروموسوم إذا عند خلية رح تكون خلية متشابهة أو متساوية لمن؟ لا الخلية الأم فبالتالي أنا عندي انقسام متساوي يعطيني خلايا تساوي الخلية الأم من حيث عدد الكروموسومات هو بشكل عام عن الهو انقسام المتساوي طيب نيجي نشرح الموضوع بالتفصيل وماذا يحدث في الانقسام المتساوي في جميع مراحله إذن أول شي في الدوسية بيحكي لنا حدث أو يحدث انقسام متساوي في خلية ما لإنتاج خليتين متطابقتين شو ما لهن؟ حلو هاي قال لي إيش يزيد؟ هاي قال لي شو ما لهن؟ خليتين متطابقتين زي بعض سيم سيم زي بعض صح صديق؟ طيب جينيا الخلية المنقسمة تحوي كل خلية منها نفس عدد الكرموسومات الخلية مين؟ الام اللي انقسم عنها تمام؟ هاي بالنسبة لمن؟ لا الانقسام المتساوي ويحدث الانقسام عن طريق مرحلتين مرحلة انقسام النوى ثم انقسام السيتو بلازم لم يعطيني خليتين اجداد هاي بالنسبة لمن؟ لا ملخص بشكل عام الانقسام المتساوي نيجي نخش بشكل موضوع بالموضوع بالتفصيل المميل بيحكي لنا أول شيء أطوار الانقسام المتساوي نيجي نيخذ اللي هو انقسام النوى أول شيء رحكون في أربع مراحل تمهيدي استوائي انفصالي ونهائي هذولا بالنسبة لمن لا انقسامات النوى بخصوص بالتفصيل لكن قبل ذلك بدنا نعرض فيديو هاذ الفيديو اذا بتفهمه وبتعرفه رح يظلك متذكره هسا وبعدين 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 يعني لاتجامع ان شاء الله تمام؟ فرجينا هذا الفيديو ابشر يا حبيبي يلا منحضر فيديو عن انقسام المتساوي والأطوار ونرجع على مين للدوسي نثبت المعلومة على السريع طيب اذا اول شيء قبل انقسام متساوي نعمل مراجع على مين لدورة الخلية عندها دورة الخلية اللي هي حكينا G1 S والG2 ومرحلة مين مرحلة اللي هي هنا الانقسام مرحلة الأم حلو هذا الحصة الماضية اخذناه فيه جميع اللي هو الأطوار تاعته مرحلة الانقسام المتساوي يكون عندي انقسام ميتوز للنوا وانقسام للسيتو بلازم له السايتو كينيز عندي مرحلتين نوا والسيتو بلازم نيجي نشرح مرحلة انقسام المتساوي رح يكون عندي هناك أربع أطوار التمهيدي الاستوائي الانفصالي النهائي نبليش في طور التمهيدي شو سرح يصير واستوب ستوب ركزوا معي ركزوا معي كثير منيح لأن هذا الفيديو خلص إذا بتفهموا علي هس ركزوا معي ركز ركز اهدأ خذ نفس قميق واهدأ طيب هاي عندي النوا تمام وهي عندي الخلية هاي عندي النوا لونه نهدي طيب شو هذا الأزرق غامق لونه هي عبارة عن النوية وذكرناها في التأسيس في الحصة الأولى من التأسيس أو الثاني كانت اللي هي عن الخلية قلنا في داخل النوا عضية صغيرة زغنونة كيوت اسمها ايش النوية جوه النوا نوية كوكب كويكب بحر بحيرة درسكو عربي وقال له شو الوضع طيب فإذا هاي النوية في داخل النوا حكينا مسؤولة من وظائفها عن إنتاج البروتينات أو إنتاج الريبوسومات الريبوسوم ناخد شغلا في التفصيل اللي هو مر معنا في حصة السابقة في التأسيس حكيت لكم هاي اللي عبارة عن الطنجرة اللي رح تصنع لي فيها البروتين اللي بلزمني تمام حلو هاي النوية شو رح يصير في التمهيد طور التمهيد في الإقسام متساوي طلعوا معي ستوب 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 طيب بحكينا هنا كرومتين الكرومتين الـDNA اللي خدناه في الحصة اللي مش سابقة اللي قبليها كان موضوعنا عن تركيب الـDNA صحيح كان موضوع عن اللي هو ننوخذ عن كان الـDNA حكينا الـDNA يكون ملتف حول تركيب خيطية تسمى الكرومتين صحيح صحيح طيب لكن هاي الكرومتين قبل مرحلة الانقسام بتكون معفشقة بتكون مش مرتبة بتكون زي غرفتك غرفتك لما تكون ايش الأغراض مرمي هانو هانو هان لكن لما يجيكو ضيف أو حدا عندكو على الغرفة أو كذا بدو أستاذ كذا أي حدا شو بتسوي بلش تعزل في الغرفة فأيضا الـDNA تخيلها إنها عبارة عن رح تكون عبارة عن خيوط مش مترتبة على شكل الكروموسومات رح تكون شبكة يسموها شبكة كرومتينية شبكة كرومتينية لكن لم هاي الخلية بدها تفوت في مراحلة الانقسام أوليش ستختفي النوية طارت وتبدأ الكروموسومات أو الـDNA بالترتيب أو بالترتب على شكل خيوط منسميها الكروموسوم هاي الكروموسوم هاي قاعد ليش بتحرك يمين الشمال الكروموسوم يتكوى من الكروموسومات والقطعة المركزية في النص شفينها حلوين طيب هاي كروماتيد كروماتيد مع بعض وهي الكروموسوم طيب إذن اختفت النوية صار عندي الـDNA على شكل الكروموسومات تروح يصير عندي بعدين طلعوا معي رح تبلش تطلع عندي الخيوط المغزلية وتتجه الأجسام المركزية حلو إذن العضي الذي ينتج ينتج الأجسام أو الخيوط المغزلية رح تشبك السفل الكروموسومات جسم العضي اسمه الجسم المركزي الجسم المركزي تتجه هذه العضيات أو هذه المركزات أو هذا جسم المركزي إلى نحو الأقطاب شايفينها وتمتد الخيوط المغزلية وترتبت وتختفي مين الغلاف النووي إذن اختفى الغلاف النووي واختفت النوية صلاح شفتوا كيف الفيديو طارت واختفى عندي كمان أيضا أيش بعد النوية والنوى تشكت عندي خيوط المغزلية وارتبطت هذه الخيوط في مين في هذه الكروموسومات ترتبط الخيوط المغزلية في الكروموسومات في الطور التمهيدي طلع حلو إذن هنا انتهينا من البروف اللي هي الطور تمهيدي نيجي على الطور الإستواءي اصطفي أيحت الكروموسومات على خط 1 كيف سحر Kat ثم يبدأ عندي الطور الانفصالي في الطور انفصالي اسبو я انفصالي راح تطلق مين راح يطلق كل الكروماتست راح يروح على جهة ايش بك اسحب ايوه امسك رح تفصل كل كروماتيد على نحو الاقطاب تنكمش الخوط المغزلية ساحبة معها ايش ساحبة معها الكروماتيدات الشقيقة حلو حس هذا الكروماتيد والكروماتيد مع بعض ان كان اسمه كروموسوم بس ينفصله ويصير بناتهم محاكم وكذا يقول له خلص انا صرت سنجل ما تحكيلي كروماتيد ما تحكيلي ايش انا صرت هسه انفصلت خدت راحتي حلو وصار عندي حرية كاملة فيصبح اسم الكروماتيد كروموسوم كروموسوم بالغ عاقل راشد ليش لانه مع بعض كان بدل ما احكي عنه الكروموسومين بحكي عنه الكروماتيدين في كروموسوم واحد حلو لكن عند انفصال هذه الكروماتيدات الشقيقة يصبح اسم هذا الكروماتيد الكروموسوم لانه صار بالغ عاقل راشد واعي الأمور عنده إيش طيبة حلو فتنفصل الكروموتيدات نحو الأقطاب وبعد ذلك يسمى كل واحد اسمها الكروموسوم نحو من نحو الأقطاب حلو حلو طيب هذا الطور اسمه الطور الانفصالي انفصل في محاكب بنات وانفصلت كله على جهة والأمور طيبة بدير جعي شرحلة عن إيش ألساب مركزية وعن السنترومير القطع المركزية لما كان ارتباط الخيوط المخزلية في مين في الكروموسوم يرتب في قطع مركزية طيب آخر طور طور التمهيدي طيب شو بصير عندي في الطور التمهيدي برجع عندي مين الغلاف شايفينه الغلاف النووي أو النواة بترجع عندي النواة وتحيط في كل مجموعة الكروموسومات على حدة بعد ذلك تختفي اتسالة المركزية حلو وتختفي الكروموسومات وبترجع الكروموسومات على شكل شبكة كروموتينية في الأصل اللي كانت شبكة كروموتينية ترجع خلص أجاكم الضيف رتبتوا الغرفة بترجع حليمة لمين لعدتها القديمة شابه بحكم المثل فبترجع غرفتكم شمالها تتعفشك من أول وجديد وبترجع أشكل شبكة كروموتينية لكن وبترجع عندي مين النوية طب شو اللي صار جديده أستاذ طلع شو صار عندي كم نواة كم نواة صار عندي هانا شباب صبايا صار عندي إيش نواتين هاي نواة وهي مين نواة لكن هل بقدر أسمي انه صار عندي خليتين بحكي لا صح؟ ما بقدر أحكي انهم شمالهم انه هن هضو على عبارة عن خليتين إما نواتين في خلية تمام؟ بعد ذلك يصبح عندي أو يحدث عندي انقسام للسيتوبلاز وهذا شايفينه زيد جيلي هذا الشفاف بجيب سكينة ايش بسوي بقص الخليتين هاذا رح نأخذ فيه كمان شوي عن انقسام السيتوبلاز طيب نرجع على الدوسية بعد ما نهينا إحنا موضوع شماله موضوع الانقسام انقسام النوا رح سين عندي عملية ايش خدنا انقسام النوا في أربع مطواره رح نيجي هسه على طور الانقسام السيتوبلاز لكن رح يكون فيه فرقات من بين خلايا حيوانية وخلايا النباتية شباب صبايا هذا موضوع توجيه بحض يعني البطاقة اللي معك هاي تدر طلع تفتع عليها وتحضر للتوجيه نفس الموضيع تمام طيب موضيع توجيه بحتى مية في المية طيب وتبعت البطاقة لأي صديقة إلك وأي صديق إلك تمام عشان يستفيدوا من عملية تأسيس التوجيه واذبتكوا هاذا الدوسية الحلوة مرتبة ابعتلي على رقم الواتس الموجود في الدوسية 07807 13 23 4 ما يعفضوه أبو النجار ينتظاركم طيب 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 كل حكي اللي حكيناه مكتوبين في التأسيس هاي تطور تمهيدي تظهر كلمسيات قصيرة وساميكة بس هيك مجرد قراءة خلاص لنتوقع الفيديو كفة وفة تمام تكوين كل منها من كروماتيدين شقيقين حكيناه حكي هذا يرتبطان معنا عن طريق قطعة مركزية البرغي تمام قطعة مركزية في النص حلو تسمى سنترومير في نهاية هذا الطور بتفكك الغلاف النووي تختفي النوية ايش نوية يتحرك الجسمان القطبان المركزان نحو القطبان الخلي متقابلين هاي جسم هاي جسم المركزي الجسم المركزي في حبتين مارشميلو ترى في مارشميلو عبر صغير شوف بنسمي كل واحدة فيهن يعني هاي جسم مركزي في كل واحدة ايش حبتين ايش مارشميلو صغير بنسمي كل واحدة مريكز مريكز اذا جسم المركزي عبارة عن مريكزين عبارة عن كم مريكز مريكزين في جسم مركزي اذا انا عندي جسمين مركزيين جسمين مركزيين واكم مريكز فور اربعة اربعة واحد شو بتذكركم هاي مش عارف اربعة واحد خلوه عجانب مش عارف منذكر رجل شاب شاب خصوصا بيحضر مبرايات مش عارف مش عارف ايش احكي انا يعني مش عارف مين طيب مش مدري برشلونة ونغلب المهم طيب المهم اربعة تبت خلوة المغزلية بالامتداد من المريكز من المريكز تطلع خلوة المغزلية الى قطع مركزي في الكروموسومات اكتب لي هانا وترتبط ايش بها متى بيصير الى ارتباط للكروموسومات مع الخيوط المغزليات في الطور التمهديات حلو با الطور استواي تصطف الكروموسومات تشكل خط واحد الطور انفصالي تنكمش كلمة تنكمش مهمة انكماش تمام يدي لسحب الكروموسومات ذات الشقيقة وانفصال كل الكروماتيدين شقيقين الى عن اخر الى عن اخر حدوه مع عن اخر تمام طيب حلوين حلوين تحرق كل كروماتيد نحو تحت قطبين الخلية فيصبح عندها كل قطب متموعة كاملة من الكروموسومات الكروموسومات الابنة خلص فصلوا كل واحدة صارت بالغة عاقلة راشدة لاحظوا معي لاحظوا معي الصورة هاي عندك كروموسوم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة كروموسومات صح ستة كروموسومات طيب استاذ انت كنت ان قسامه تساوي يعطيني خلايا تساوي الخليلات لكن انفصلوا هنا صاروا هنا كل جزء لمين لحال يعني كيف صاروا نص كيف صاروا نفس بعض راح اقول لك يا حبيبي انه عند انفصال هذه الكروموسومات دات مش انفصلين مش انفصلين هاي مش انتطلقين راح اقول لك انه كل كروماتيد هو نفس كروماتيد بسموه كروماتيدات شقيقة عبارة زي عن كوبي نسخة لما انفصل الهان كم الكروموسوم صار عندي في منطقة هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة زي هن وهذولا ستة فبيعطي لي نفس سعدة الرئيس من الكروموسومات لكن هو عبارة عن الكروموسوم لكن بدل ما هو قطعته القطعة مش بحكي عنه صار نص المنصف غير راح يكون حلوين حلوين طيب فعند انفصال هذه الكروموسومات او لانه كان كروماتيدات واصبح كروموسومات بعد ذلك انه خلاص صار عقل بلغ راشد وحامل كل يعني الصفات اللي حملها هذا الكروموسوم خليكم معين الصفات اللي حملها هذا الكروماتيد هي نفسها حملها مين حملها الثاني لما انفصل كل واحد مع صفاته يعني كوبي عنه نسخة حلو حفظين عبالكم هاي طبعا بحكينا حرف ايش هكلا حرف بي تصبحان حرف ايش حرف بي والله هذا الدرس الدرس هذا في التوجيه نص حرفي فتبوا عليه وحفظوه وفهموه من هسه طريقوا حالكم من درس كام في التوجيه يعني هن كلهم قديش 12 درس انت ريحت حالك حسه من درس في درس القبلية نص تقريبا وفي درس ربع يعني بتجمع منيح طيب واخذ فكرة كويسة على المادة سهلة طيب اخر طور النهائي تشكل في هذا الطور نواتان ونويتان تبدأ غلا في النوع بالظهور تصبح الكروموسومات ارفع واطول تمهيدا لعودتها الى ايش شبكة كروموتونية ترجعت عفشق هايها تمالها تك 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 شايفينها الدياني رجع شماله بدلا ما هو شكل الكروموسوم رجعت حليمة لعادتها القديمة اكتبوا لي هذا المثال عندكو المثل على الدوسية طيب في نهاية هذا الطور يبدأ انقسام بعد وقت قصير من انقسام النوع السريع اوه بسير نوع بسي عندها انقسام من السيتوبلازم عشان يعطينا ايش خليتان يعني هانا المرحلة هاي مش نهائي هاي بعد ايش انقسام السيتوبلازم ركز على رسم هاي مهمة تمام حلو يعني هان نهائي خذ لسه بعد ايش بعد انقسام السيتوبلازم حلوين حلوين لكن هانا واجب التنويه واجب التنويه انه فيه بس تشغل في الفيديو وموجوده في كتاب التوجيهي انه انقسام من السيتوبلازم خلني شرحه على السريع يلا عشان انتو بتعزوا علي كثير كثير انقسام السيتوبلازم اختلف بين خلايا حيوانية وخلايا باتيه افهموها احفظوها احفظوها احفظو بدكو اياه ومع بعض يعني فهم ما حفظ فهم ما حفظ بعد انقسام النواة عندي في الانيمال سل خلايا حيوانية شو بحتي طلط طلط اقطع لي اياهن افصل صار صار النوتين شو صار صار الخلايا ابنة نوتين بعد ايش انقسام السيتوبلازم كيف صار فيه تخصر في السيتوبلازم بصار عند خليتين حلو هذا ناتج ناتج خليكو اخليها ببقى كتبولي عندكو عن تداخل البروتينات تسمى بروتين الميوسين وبروتين الاكتين بخش هنا بعض شو بتسوي تكتطع مين الخلي الميوسين والاكتين طيب هوا خلايا مين خلايا الحيوانية اما في الخلايا النباتية فتحتوي على مين على جدار شايفينه او خضر هذا الغامق جدار خلوي ما بقدر ما بقدر افصلهم طب انا كيف بدي اعمل النواتين هذول بصير خليتين كل نوات لحال بناتهم ايش في جدار رح ابني جدار لن نشتري شجرة صح بدي ابني جدار كده من جدار رح اكون هانا ايش زي عندي عضي تسمى اجسام غولدي اجسام غولدي هاي رح تكون لي اشي منسميه بالظبط شفتوا كيف عجبت اتخلتوا رشا طيب رح تكون لي اشي اسمه منسميه صفيحة خلوية صفيحة مش صفحة لحمة صفيحة خلوية تصطف وبتعمل الجدار وبتعمل ايش عملية ايش اندماج مع جدار فايش بتسوي اندي تفصلي النواتين وتصبح خليتان جديدتان لكن استاذ هايهن ظلنا في نفس الخلية ما صار خليتين النباتات لو فيش عندنا الحكي ها شو بتلاقيها النبتة وقعت صح طعطيها دعامة بس هذول صار ان كل خلية خلص خلية لحالة هاي نفصل هاي بنات انفيصور حط فصلنا فصلنا تمام طيب حلوين هاي بالنسبة المين ده انقسام المتساوي انفوت على انقسام المنصف على السريع انقسام منصف الفرق ما بينه ما بين الانقسام المتساوي انه انقسام المنصف يحدث في الخلايا الجنسية يعني نخضع على الجنب على السريع حتى نعرض فيديو انقسام منصف يا أستاذ أنا عندي خلية جنسية فيها 2N هاي الخلية خلية جنسية اللي بتساعدني على انتاج الجامتات الذكرية والانثوية الانثوية مش مع بعض هاي انقسام المنصف رح يكسير على مرحلتين مش مرحلة واحدة مرحلتين يعني المرحلة الاولى رح يتعطيني خليتان في كل خلية ايش واحد ايش واحد ان مرحلة ايش مرحلة رقم واحد مرحلة رقم اثنين كل خلية رح تعطيني كمان ايش خليتان يعطيني واحد اثنين ثلاث ايش اربع خلايا في كل خلية عندي واحد ان إذن عندي القسام منصفها حيصير بمرحلتين مرحلة أولى مرحلة ثانية في المرحلة الثانية ينتج عندي الجاميتات الجاميتات مش الجميد تعل منسف هذا اسمه جميد دلع لي يا شوية للجميد بدل ما هو الجميد حطه جميد الجميد ينتج من انقسام خلايا جنسية انقساما منصفا انقسام منصف شو اعطاني خلايا ايش فيه نواحد ان شو كان الاصلي تو ان عشان يكسموه ايش منصف منصف طيب هاي بنشكل مختصر نيجي الان نشرح المراحل ولا طور ايضا رح سيندي عشكل مرحلتين انقسام للنواة وانقسام لستو بلازم لكن هانا اكم مرحلة مرحلتين فرح يكون عندي للنيوة تمهيدي اول تمهيدي ثاني استوائي اول استوا؄ي ثاني انفصالي اول انفصالي ثاني نهائي اول وانهائي ثاني كل واحدة تنتين 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 الأمور حيش طيب وحيلي وعدين انقسام لا سيتو بلازم فبعطينا أربع خلايا فيها نصف عدة طيب عشان ما نفوت في تفاصيل والحكي هذا الكثير بدنا نعرض لكو فيديو يلا أستاذ حطنا فيديو جديد احنا مبسوطين عن وضوع الفيديو نجي نحكي عن نحكي عن ميوسز الميوسز 1 والميوسز 2 منصف أول ومنصف ثاني المتساوي اسمه ميتوسز ميتوسز وميوسز الميوسز رح ينقسم إلي إلى أربع أطوار تمهيدي أول انفصالي أو استوائي انفصالي ونهايي أول الاستوائي أو انفصالي المتصف الثاني نفسي ليش تمهيدي أول استوائي ثاني انفصالي ثاني نهايي ثاني كله ثاني ثاني وهنا كله أول طيب مبلش في مين؟ مبلش في المنصف الأول في أطواره مع بعض غرفتك مع أفشقة عرفنا فضحناكو diploid cell مساكناكو كشفناكو ورفع عديكو فهاي خلية diploid شو عن diploid cell في الإنجليزي؟ معناها خلية ثنائية مجموعة اللي كنا مسمين لكن شو ما علاق لي؟ جانسية جانسية بتكون غرفتك مع أفشقة بدنا نرتب لك إياها عشان نبلش فيها انقسام بدها تنقسم فبتكون أول شيء نفس التمهيد اللي صار غاد الكروموسومات أو الكروموتيناء بتكون شكل الشبك كروموتينية بترتب تزبط بنزبط أمورها من غاز تاك 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 بصير شكلها قصيرة وسميكة شكل الكروموسومات يلا قصيرة وإيش؟ وسميكة بس شوفتوا كيف؟ سهل فصار شكل الكروموسومات حلو؟ بدي يرجع حكولي إنه كروموسوم بتكون من سستر كروموتين كروموتينات شقيقة كروموتين وكروموتين حلو؟ حلو، فهمناهم لكن هنا في شغلة زيادة عن تمهيدي يعني تمهيدي هذاك المتساوي رح يفرق عن تمهيدي هذا تمهيدي الأول تمهيدي الأول إنه كروموسومات رح تصطف على شكل أزواج شكل إيش؟ أزواج يعني طلعوا كيف؟ كل كروموسوم بشبه الثاني رح يجيصف إيش صف وراء بعض تمام؟ هاي صف الكروموسوم شكل إيش شكل أزواج لاحظ ما شو رح يصير هنا عملية التقارب التقارب ما بين هذه الكروموسومات المتماثلة كروموسومات متماثلة بشبهن بعض لكن لون مختلف ماشي بس لكن رح يكون شبه بعض لما نعمل مخطط الكروموسومي حلو؟ هذه الكروموسومات المتماثلة لما تصير قريبة من بعضها رح يصير في عملية إيش؟ عملية تبادل ما بينهن تبادل أجزاء من المادة الوراثية بين بين مين ومين؟ بين كروموسومات شقيقين في الكروموسومين المتماثلين طلعوا كيف أنا سأشرح بكها بالتفصيل طلعوا طلعوا هي بشرح لي أن الكروموسومات وعليها إيش الجينات اللي هي الـ DNA جين جير حكناها في حصة سابقة جينات تمام مؤللات حلو؟ طولنا عليكم صح؟ يلا استحملونا عشان الحصة جاء تكون إن شاء الله آخر حصة في التأسيس طلعوا عصة في العبور تبادل تبادل بين أجزاء مادة ورفية هذا اللي شي بعطيني صفات جديدة في الأبناء صفات جديدة في الأبناء ممكن العبوري تسير في الأطراف ممكن يسير في أي منطقة في الوسط أي منطقة فيه الكروموسوم شط في الأطراف ممكن أي منطقة تسير فيه عملية إيش عبور جيني طيب يسموها crossing over حلوة؟ حلوة طيب هاي الجميتات وهاي العيلة تكونت والأمور تمام والحلو طيب هس أنا عندي هنا الكروموسومات تكونت اختفت الغلاف النووي زي مسافة التمهين اللي اختفت الغلاف النووي اختفت النوية الخيوط المغزلية راحت نحو الأقطاب مدت لها الخيوط الخيوط المغزلية للجسام المركزية طور استوائي stop اللعبة طور استوائي أول لكن طلع الصورة تركز معي شكل إيش أزواج شكل كله الكروموسوم مع الكروموسوم اللي بيشبهه واللاحظوا العبور شماله العبور واضح معي هاي شكتوه؟ طيب تنكمش انفصالي أول الخيوط المغزلية شو سحبت معها؟ سمعوني شو سحبت معها؟ كروماتيد ولا كروموسوم كامل في كروماتيداتو كروموسوم كامل في كروماتيداتو صحيح احسنت نمشاطرين برافو عليكم فأنا سحبت كروموسومات كاملة مع كروماتيداتها حلو؟ حلو أستاذ نحو مين نحو الأقطاب انفصالي إيش؟ انفصالي أول طيب بعدين شو رح يصير معي؟ عملية التمهيد النهاية الأول النهاية الأول بتشكل عندي مين هسا؟ الغلاف النموي وبشرح لي هان برضا برجاء باقي بشرح لي انه كل الكروماتيد ضلوا مع بعض ما نفصلين تمام؟ حلو؟ انه استاذ الكروماتيد ما نفصلين ضلوا مع بعض منازقات حلوين والله أشكرك شكرا جزيلا انك انت والعبور هاي ضوالية انه هي عندي عبور جين حلو ماشي يلا خلصنا هسا عندي غلاف ايش؟ غلاف النموي والنوية تمام؟ بعد ذلك انقصام الأمين للسايتو بلازم فحصل عندي قديش في المرحلة الأولى خليتان لو ترجع على الفيديو خليكم ايه عندي كم كرومسوم هانا؟ اثنين ترجع على الفيديو شو كانت خلية فيها؟ قديش كرومسوم؟ كانت خلية فيها قديش؟ أربعة يعني حسيبي المثال كان فيها قديش؟ أربعة لما انقسمت شو صارت؟ صار كل خلية قديش فيها كل خلية؟ صار كل خلية فيها كرومسومان يعني شو هذا الليحش يبدلني؟ هذا الليحش يبدلني انه صار عندي قسام منصف أصبع عندي نصف العدد الرئيسي من كرومسومان الخليتين هذول بدي فوتن دورة خلية سلت سايكل مش خلية بوبوبو زغنين زغنونات واندروحين على سلت سايكل دورة الخلية رح يفوتن على الجيون ويفشقن عن الأس وين يفوتن على الجي تو؟ ما بفوتن في مرحلة الأس فيز ما بفوتن مرحلة تضاعف لو فاتت في مرحلة تضاعف أنا شو فاتتني انقصام منصف على الفاضي رح ترجع على الخلايا زي ما كانت بدي إياها نصف العدد تمام؟ فبالتالي رح تفوت لهذه الخلايا في مرحلة تطور تطور دورة الخلية تمام؟ وتفوت في جي ون تفشق عن الأس تفوت على جي تو على مرحلة الأم لكن أي أم فيهم الميوسيز من قسام منصف حلو ماشي؟ فرح نبلش هسا في إيش؟ رح نبلش في التمهيدي الثاني التمهيدي شماله؟ الثاني ماشي خلص فهمنا فهمنا ماشي يلا الطلاب فهمين خلصونا الميوسيز تو التمهيدي أو النهائي المنصف الثاني التمهيدي رح سير فيه اختلاف اختفاء لمن؟ الغلاف النومي اختلاف أو اختفاء للنوية هذا الحكي يصير نحنا متعودين عليه وقال لي هانا ندو ما فيه تفاعف للنوية يلا اختفن السامة مركزية اطلعيلي اشبكيلي فيه الكروموسومات حفظنا الحكي هذا كله عملية التطور الاستوائي شو بيصير فيه؟ اصطفن خط واحد اي استوائي رح اصطفن؟ لاحظ هنا معي الاستفاف الاستفاف كان الكروموسوم منفرد مش ازواج زي القبلية هاي كروموسوم منفرد اسحب لي يا خلوة المغزليين في انفصالي الثاني رح اشو اسحب؟ طلعه شو رح اسحب؟ شو سحبت؟ واحد اثنين ثلاث شو سحبت؟ سحبت كروماتيدات سحبت كروماتيدات يعني زي الانفصالي اللي في التمهيدي حلو؟ سحبت ايش؟ كروماتيدات نحو الاقطاب لكن ترى شو رح يصير اسم هين؟ بعد منفصلين وصار الاسم الكروموسوم وفي النهائي الثاني النهائي الثاني رح تتشكل الغلاف النوي وصير في انقسام ثاني لسيتو بلازم ويتكون عندي اربع خلايا لاحظ معي في كل خلية استاذ واحد دي يقولي استاذ واحد حديق واحد طالب يقولك استاذ استوب ما يتفضل انت قلت لنا انه واحد ان بعدين واحد ان طب ليش مش نص ان؟ كروموسوم صار النص لاحظ معي طالبي العزيز انه هان كروموسوم عندي واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هوا سميه كروموسوم مع انه يعني كروماتيد كان كان كروماتيد صار بس هذا كروموسوم بحترمه انا لو تقديره لو مكانته لو كل التقدير والشكر والعرفان وكل اشي منيح انه هذا كروموسوم كروموسوم قطعة كروموسوم قطعة كروموسوم كروموسوم ففي الاصل كان عندي كروموسوم ما ستجرب شرجنا على الفيديو اربعة انا اثنين يعني هاي واحد أن ما بحكي عنها نصف أن فتكون ايش حدق وتكون ايش حدقة تحكي للأستاذ واحد أن اثنين أن واحد أن نصف أن انطموش كتر انطموش منيح مجنوش منيح مجنوش منيح تصاصبونيش فهذا عبادة عن خلية فيها واحد أن لأن فيها كروموسومين هاي واحد اثنين ما فيها واحد لحاله صح والعبور شماله العبور واضح معي التبادل بين أجزاء ما دورا فيه حلو حلو لعندها أنا مننتهي بالوضوع انقسام المنصف بس هذا فيديو ترى والله هذا الفيديو اللي بفهمه صح وبذكر كلامي انه الفيديوهان شرحتهن بنهي الدرس درس كامل في التوجيه درس كامل بس وطلق لك تشغلان طسيطة انه هندن في الجامل التارت وبس يعني انت نهيت 90% من الدرس كامل في التوجيه فالله يرضى عليكم والله ينجحكم ويفقوا يا الله ادعو ما يقوله امين انكم ديروا بالك طيب حلو حلو هذا حي كله حكيته مكتوب مكتوب هنا استواء الاول انفصال الاول هاي شايفينه تترتب هاي طور استوائي ولاحظ مع العبور بس شغلة بسيطة خلاني شرح لكم بس ايش فيها حكينا العبور الجيني نتأكد المعلومة انه أنا عندي كروموسومين هاي كروموسوم الاصفر حلو وهاي كروموسوم شاسمه كروموسومة الأخضر حلو عملية التقاء ما بين هذول الكروموسومين المتماثلين من سميه كروموسومات متماثلة كتب عندها متماثلة وهذا كروماتيد كروماتيد ايش شقيق هذول اثنين الصفور هذول كروماتيدين شقيقان طب الاصفر والاخضر كروماتيدات غير شقيقة مش خوات مش خوات هذول اثنين خوات هذول اثنين شقيقات هذول لا ففي عمل التقاء بس يجي نفصلين هذول الكروموسومات عن بعضه البعض شو رح يسين عندي؟ عملية التبادل هاي القطعة حدا قرب عليها؟ شايفينها هاي؟ لا طيب دينزل الكروموسوم منيح هاي القطعة طرح محصير فيها رح يجي عندي هاي القطعة شو محها؟ قطعة من مين؟ من الأخضر صفة جديدة صفة جديدة عبور جيني طيب هاي الخضرة شمالها؟ رح تيجي زي هيك شو محها؟ قطعة من مين؟ قطعة من الصفرة طيب وهاي الخضرة شمالها؟ هل تقرب عليها؟ لا فعندي هان هذول الجامتين أو هذول الكروموسومين بسبب العبور هاي موضوع وراء فيه كمان لو قدام رح تخضوه هذول اثنين بسبب من سميهن عادي الارتباط وسموهن أو بدون عبور بدون عبور جيني هذول العبور رح يعطون ايه؟ الصفات جديدة بقول لك والله هاذ الولد طالع أشقر والله معرفين مين؟ وهذا عينيه زرق وهذا ولا الذكي والله هذا ولا الذكي لا طالع العمام ولا أخواله عبور جيني فيه افراط فيه اختلاف صح؟ طالع على سته طالع على ست ست سته تمام؟ اذا هذول اطوار لا، الطور التمهيدي انفصالي الأول النهائي تمام؟ وهانا بيحكيين هنا ايه هاي العبور جيني شايفين هاي؟ هاي كروموسوانة تماثلان وكرومتدات غير شقيقة وشرح لي هنا تعريف العبور حين شرحناها بالتفصيل عشان نطولش عليكم الحصة تمام؟ بعد ذلك عندي انقسام مرحلة ثانية بسي عندي اخر اشي التمهيدي الثاني استوائي ثاني نهائي انفصالي ثاني ونهائي ثاني فبعطيني ايش اهم اشي عندي هنا تنتج اربع خلايا هايها وحادية المجموعة ايش الكروموسومية واحد يعني في الانسان رح يكون كل خلية عبارة عن ثلاثة وعشرين كروموسوم وتسمى جميد اذا كانت خلية جنسية من ذكر ويسمى حيوام منوي اذا كانت الانثم تسميها البيضة الاندهانا تخلصنا اليوم انقسام المنصف والمتساوي حسنا نقوم بحصة جديدة ممتعة جدا 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 اشكركم واشكر حالي على الحصة الرائعة والجميلة ونشوفكم في حصة قادمة ان شاء الله تكون اخيرة ان شاء الله في التأسيس او حصة قبل اخيرة ان شاء الله على التسهيل لخصولي اياه وبعتولي اياه وبعتولي اياه وبعتوا البطاقة لا اصدقائكم وشاركوها وشاركوا الفرحة لتعم الفائدة على الجميع اعطيكم العافية والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة